موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى حوار الساعة لم تكن مهمة سهلة فتلك الحلقة ثقيلة بذكرياتها لكنها أيضا مضيئة باسترجاعها لقلم النير في الصحافة العربية منذ عشر سنوات غادر جزاف اسميحة هذه الدنيا بعد ستة أشهر فقط على إطلاق حلومه صحيفة الأخبار بعد عشر سنوات على غيابه نحاول أن نفهم الرجل بلغة عصرنا قليلونهم الذين يرحلون ليتركوا مساحات غير مكتشفة قد لا تكفي سنوات لفهم ابن بيروت والعروبة وقطعا لا يكفي لقاء بخمسين دقيقة للإحاطة بالجوانب الفكرية كافة لجزاف اسميحة ضياع الزملاء بعد رحيله يوقظه يقين التمسك بفلسطين ومركزية قضيتها عن هذه البوصلة التي حددت كل مسارات العمل الصحفي والسياسي لإسماحة عن الصحيفة والصحافة وتحديات العمل نتحدث في حلقة الليلة من حوار الساعة نحن موجودون هنا في صحيفة الأخبار في مكتب رئيس تحرير صحيفة الأخبار أستاذ إبراهيم الأمين لنسأل ونستذكر ونستخلص العبر نقول راحين كمان لمرحلة بعد أصعب العالم منتهى التاريخ بهالمعنى منتهى وأنه فيه أمور عديدة بعد مفتوحة عبر تجربتي أنا بكوني أعتبر حالي تلميستو وأنا تلميستو لأنه من أول ما بلشت أشتغل صحافي بباريز كانت برعاية السيد جوزاف بمجلة اليوم السابع اللي كانت تصدر بباريز فخليني أقول أول شغلة أول شغلة فعلاً بيعتبرها أساسي بهالمدرسة أنه جوزاف كان يحب الشغف بالناس يعني الناس الشغوفين يحرقوا شي عنده كان جوزاف طبعاً صحافي موسوعي قادر على تحليل أشد الأمور تعقيداً بأكثر الكلمات والعبارات بساطة بعدوان تموز لألفان وستة قبل العدوان تقريباً بشي أسبوع وكنا بمرحلة الإعداد لأصدار الصحيفة فجوزاف اختفى فجأة اختفى كام يوم وبعدين عرفنا أنه كان مسافر قال لي بلقلك شي أنا ما كنت مسافر بس أنا ما رأيته بالأيام القليل الماضي أنا كنت بجنوب ما رأيته بأكد لي أنه هاي الحرب نحنا رح ننتصر فيها جوزاف سماحة كان هاجسه تحديثة من أول ما اشتغل بالصحافي يعني الشاب العشريني المتحمس اللي دارس فلسفة ومتأثر بيأسير الحافز وصار رئيس تحرير جريدة أو مجلة مجانية كانت توزع أسمها الوطن توزع بعشرات آلاف النسخ من لحظتها بقلب العمل السياسي لحظة الحركة الوطنية ومنظمة التحرير حاول يشتغل يفكر بإعلام ملتزم سياسي ولكن بنفس الوقت عنده قدرة الإيصال عنده قدرة التحديث كنت شوفه بصفتي شخص مبتدئ بهذا الجريدة صحافي مبتدئ موظف مبتدئ هو رئيس تحرير هو مش أي رئيس تحرير يعني هو جزف سماح كنت قراءه من أنا وصغير كرئيس تحرير كان هو شخص يعني لطفه زايد بهذا المجال كان يوم ما في حدث أمني بالبلد وكاتبين شي بصفحة العدل فكيف أنا كاتب شي واللي كاتبه سيء ما هو ما قال لي سيء ما قال لي مش منيح قال لي لو أنا محلك كنت عملتها هاك مش هاك ناصر ناصر وقت اللي طلع كان بالنسبة لجوزاف أب الأب اللي هو ما عارفه الأب الحقيقي الأب اللي هو هيغير المنطقة هيغير الأقدر أقدارنا كلياتنا مش بس إنه هيغير بمصر أو هيغير إلى آخرين فبهالمعنى هذا جوزاف بتربية سيسيليا كانت كانت اشتراكية سيسيليا جوية يعني بيتهم كان مفتوح مع إنه مامعهم مصاري جوزاف حبه الأعظم هو أمه، هو أمه سيسيليا هادي المرأة اللي ربتهم من لا شيء لأنه قدرت تتربي خيان من لا شيء وتعلمه لتكون معهم حتى وعي جوزاف السياسي الناصر يجاي من أمه سيسيليا وبالتالي في سوق تفاهم كبير حول جوزاف لأنه كل ها رجال الذكوريين اللي ما بيعفوا يحكوا نساء ما بيعفوا يلاقوا كل ها النساء حوالي يفكرونهم جواه هو إطلاقاً هو حميهم، هو بيهم، هو حبيبهم الروحي إذا بده كيف جمع كل هالناس مع بعضا؟ هالناس اللي متنافرة الأزواق والميول والأيديولوجيا وإلى آخره كان يعرف ياخد من كل حدا أحسن شي فيه وخليني أدعي أنه هالأحسن شي بين كل هالناس كان هي القارة اللي اكتشفها جوزاف سماحة واللي هي رجعت راح تغابط بموته إذن بدأنا الحلقة بشهادات لزملاء لتلاميذ لجوزاف سماحة أستاذ برهيم الأمين مساء الخير بداية وشكراً على استقبالك لنا في مكتبك ونحن في هذه الحلقة سنخصص جزءاً كبيراً لرحيل جوزاف سماحة لاستذكاره وكل ذلك ولكن أيضاً سنتحدث عن صحيفة الأخبار التي هي آخر مشاريعه وحلمه كما أصبح معروفاً ولكن في البداية في الملف الأخير الذي خصصتموه لذكرى جوزاف سماحة هذه النقطة لو سمحت لأسألك لا أدري إذا كانت مهمة صعبة أو سهلة عليك ولكن لماذا برأيك هذا الرجل يجب أن يكون محط إعجاب محط تقدير ومحط أن يكون قدوة بالنسبة للجيل الجديد من الصحفيين جوزاف لم يكن محط تقدير وإعجاب فقط للصحفيين كان محط تقدير وإعجاب للعموم كل من يتصل بعالم جوزاف المعرفة الشخصية أو القراءة ما يكتب أو سمع نقاشاته يعجب به أنا بعثت ببساطة شديدة ولديه سحر هذا السحر ليس بالمعنى المتعارف عليه بأنه يعني يملك ما يوهم الآخر بشيء ما جوزاف أولا شخص إشكالي من الصعب يعني إقناعه أو إرضاءه بنتيجة ما أو خلاصة ما الثاني هو شخص باحث والباحث يعني يسعى إلى التعلم والتعرف ولذلك عندما يلتقي بالناس ويكتشف بينهم من يساعده على تعزيز معرفته يلجأ مباشرة إلى بناء علاقة تفاعلي مع هذا الشخص وما عنده إشكالية في أن يكون هذا الشخص من مكان آخر من فكر آخر من رأي آخر جوزاف قد يكون من القلائل الذين حافظوا على الاتصال الشخصي الإنساني بالآخر دون أن يكون ذلك مرتبط بتوافقات سياسية فكرية طبعا هناك سل قيم يعني عن جوزاف يعني لم يكن ممكن أن يكون صديقا لأشرار بالمعنى الكامل للكلمة وليس بمعنى محدد كل هذه الجوانب طريقة مقاربته لكل ملفات الحياة جوزاف يستطيع أن يتحدث عن الطعام والرقص والموسيقى ويبحث في مستقبل أزمة المياه في العالم وماذا يحصل في نادي ريال مدريد وفي نفس الوقت يتابع القضايا السياسية والأمنية والستراتيجية لذلك يعني هو يستطيع أن يتحدث مع أين كان ثم هناك شيء آخر أن جوزاف لم يكن شخص مبتعد يعني ليست هناك شهرة توجب عليه اختفاء أو تحوط أو انسحاب من مشهد ما بل بساطة حياته جعلته أيضا على اتصال بالناس عاديين يعني جوزاف كان طوال حياته يستخدم سيارة الأجرة للانتقال من منزله إلى مكتب عمله هذا الاتصال اليومي الذي يجريه مع سائق الأجرة أنا برأيي كان شيء مهم في حياته لا أقصد أنه كان نوعية النقاش مع سائق الأجرة فكرة الاتصال بالمواطن العادي كانت بالنسبة إليه شيء مهم فبهذا المعنى أنا أعتقد أن جوزاف لديه سحر خاص يجعل كل من يتعرف إليه معرفة جدية ينجذب إليه ويتعلق به فكيف إذا كان جوزاف منتج منتج لأفكار وليزاد وجوزاف القيمة الإضافية الدائمة في نصوصه أنه كان يكتب كاتب يومي وكان في كل يوم يأتي بجديد هذا أمر صعب إنجاز ضخم يجعل أي صحافة يريد أن يتعرف إلى المهنة إلى الكتابة إلى طريقة المقاربة إلى تعرف على مواضيع ومعرفة خلفياتها يحتاج إلى دليل بهذا المعنى جوزاف دليل يصلح ولا يزال صالحا السؤال الذي لا إجابة عليه هو كيف كان جوزاف سيتصرف مع الوسائل الجديدة في الاتصال الإعلامي سنأتي على هذا السؤال بعد قليل ولكن أنك تحدث عن شخص بسيط بطريقة حياته يعني بيومياته ما هو الأمر الذي كان يعتبره إنصافا له يعني أنه أنصف على المستوى المهني على المستوى الشخصي ربما هل أنصف يعني نحن نعلم هو قامة كبيرة في الصحافة هل أنصفه هذا البلد وهل أعطاه حقه أنا أعظم أن الأخبار كانت هي منصة أو هي المكان الذي يمثل ما يرتضيه ما يرى فيه عدلا جوزاف يعني أنه المشروع الذي يتولاه بكامل تفاصيله الذي يدير كل شيء فيه كل سياساته طريقة اختيار الناس المواضيع العنوين التبويب الموضوعات الكتابة المقاربة لأنه دائما كان كقيمة لا أقول أنه كان يستغل كان لا يعطى كامل المساحة التي يحتاجها للتعبير عن المتطلبات المهنية وحتى الشخصية الأخبار كانت في هذا المكان الذي يفترض أن يحقق فيه جوزاف نوع من الاكتفاء الاكتفاء ليس على صعيد التعلم الاكتفاء على صعيد أنه ليس مطاردا أو مضغوطا باعتبارات تخص شروط الحياة في مدينة أو في مؤسسة أو مع أشخاص معينين المدينة لم تنصفه لأن بيروت مدينة في مكان ما بيروت لا تستطيع أن تخصص شخص دون غيره أو تمنحه مكان خاص لكن دعيني أقول أن بقاء جوزاف حار إلى اليوم هذا دليل أن هناك بيئة ومناخ ينصفه يعني يشعر دائما بأن جوزاف يمثل شيئا مهما وما تركه من أثر لا يزال فاعل مش بس أن أثر عابر يعني أنا أركز فقط على هذه النقطة لهدف أستاذ برهيم الآن تغيرت معايير الصحافة كما تعلم يعني معايير من يكون صحافي وكأننا نشعر بأن جوزاف اسماحة لم يكن يسعى إلى شهرة تتحدثون عنه بتجرد كبير بأنه كان لديه هذا التنزه أو البعد عن كل ما هو يعني يحيط بهذه الصحافة عدل عمل اليومي يعني العلاقات الشهرة مثلاً جوزاف شخص في غاية الخجر وهو خجر لا ينفتعل يعني جوزاف لهذا هو شكله كيف يسير كيف ينضر على الأرض كيف يتجنب الاتصال المباشر بالناس غالباً في غالب الأحيان الناس يتعرفون على جوزاف وليس هو من يقصد التعرف عليه جوزاف غير متطلب بالمعنى العلاقات الاجتماعية يعني هو يكتفي بقدر ما كان لديه مجموعة من الأصدقاء الذين يحاول أينما كان في العالم التواصل معهم عندما يتواجدوا في مدينة واحدة يجد الوقت الكافي لينضي معهم الوقت كان يهتم بالمناقشات التعرف على الناس من خلال الجانب المهني لكن جوزاف شخص خجول يعني نعيني أقول صراحة جوزاف غير مستعد لدفع متطلبات ما يسمى الشهرة في كل شيء يعني جوزاف شخص كان صاحب منطق الاستهلاك الهوائي كان يقول أن الإنسان لا يحتاج إلى الاحتفاظ بأشياء يعني يدفع ثمن أشياء لاحتفاظ بها يجب أن ينفق على ما يجعله سعيدا إلى أبعاد الحدود ثم جوزاف كان شخص لا يحب الشهرة بمعنى لم تكن لتضيف له شيء يعني أنا أعتقد أن كثيرين الشهرة ذاتهم وجعلتهم يتراجعون حتى على الصعيد الشخصي جوزاف لم يكن يحتاج لهذا الأمر لكن أنا أعز والسبب غئيسي إلى خجاله ليس صحيحاً أن جوزاف كان يرفض القيام بدور عام يجعل منه شخصية مشهورة بالمعنى الشعبي لكن جوزاف كصحفي شخص معروف جداً لم يكن معروفاً بالمعنى الشهرة كما تستخدم اليوم لحالة لا أريد أن أتسبب بأذية لأحد لحالة الفنانين جوزاف ليس ممثلاً ولا فناناً ولا موسيقياً ولا راقصاً لكن جوزاف في عالمه شخص معروف طبعاً هذا ما من شك فيه أيضاً هو كان معروف بي كما قلت أنت سلم القيم والثوابت ونحن عندما نتحدث عن ثوابت جوزاف أول ثابتة يعني يجب التحدث عنها هو موضوع فلسطين يعني هذا أمر كما تحدثتم كثيراً وعندما تستذكرونه لأننا نتحدث بعد عشر سنوات على رحيله كان يختار أصدقائه وأعداءه ومعاركه وكل شيء اليوم ماذا كان ليكتب برأيك إبراهيم الأمين عن ضياع قضية فلسطين بعد الربيع العربي لكن دعوني يعني دعيني أكون أكثر إنصافاً بمعنى جوزاف كان رجل ضد الظلم بالمعنى بالمعنى الشامل للكلمة يعني لا أنفي أن فلسطين لها خصوصية لدينا جميعاً كعرب في هذه المنطقة لكن عندما عاش في الغرب كتب وناقش عن أحوال مجموعات بشرية تعيش واقع من الظلم الشبيه بظلم الشعب الفلسطيني لنحية الاتهاد العام في موضوع فلسطين جوزاف كان أولاً هو جزء من المنظومة الفلسطينية خارج فلسطين جوزاف كان حتى في نشاطه السياسي وفي علاقاته وفي نشاطه العلامي كان قريب جداً من منظمة التحرير الفلسطينية وكان على صلة شخصية بغالبية قيادات منظمة التحرير الفلسطينية وكان يحلم دائماً بالسفر إلى فلسطين وربما لو ترك الأمر له لكان زار فلسطين لكان استخدم أن لديه جنسية أخرى لزيارة فلسطين لكن المشكلة في مقاربة الملف الفلسطيني مثل ما أصيب الجميع بالأحباط بعد اشتياح 82 وجوزاف أيضاً تأثر في هذا المناخ عاد جوزاف ليشعر بأهمية أو بجدوى المقاومة في تسعينات وبعد العام 2000 وبالتأكيد اليوم أنا أفترض عندما نتحدث عن يعني شخص مات أو غاب أفترض بالمعايير التي كان يستند إليها جوزاف كان سيكون حذراً من أي شيء يؤثر على معركة استرداد فلسطيني حتى لو كان ذلك على حساب ما قلته ظلم شعب ما أو مجموعة ما عربية شوفي جوزاف يعني الموقع النضالي في سبيل فلسطين كان يقدم على الهوية العقائدي والفكرية ما أفترض أنا الآن أن هناك التباس وصراع قائم اليوم بين الهوية العقائدية وبين الهوية النضالية كان جوزاف يعني ممكن يفيدنا كلنا في كيفية الفصل بين الأمرين لأجل الحفاظ على موضوعات فلسطين يعني اليوم في مسائل حادة ومقلقة في ملف استرجاع فلسطين تخص التناقض الجزئي بين العقيدة وبين الهوية النضالية عند قوة كثيرة تقاتل لأجل فلسطين وكان هذا موضوع أساسي بالنسبة لجوزاف أنا أقول ما يجري في المنطقة الصراع على الهوية الجديدة للمنطقة والهوية ليست هوية الأنظمة هوية الشعوب أيضاً وعلى الأدوات النضالية في سبيل فلسطين كانت لتجعل جوزاف منخلطاً في نقاش ليس بسيطاً كان لي يذهب في الخيار الذي اتخذته صحيفة الأخبار في التعامل مع أحداث المنطقة أم الخيار الذي اتخذه أصدقاء آخرون لجوزاف اعتبروا أن مسألة الظلم العدالة الاجتماعية الحرية هي بداية تحرر فلسطين دعيني أقول أنا لا أريد أن أقول أن جوزاف كان يمكن أن يكون نصيراً لأي استبداد في أي مكان من العالم لكن لنتذكر غزو العراق في العام 2003 رفض جوزاف الحجة التي لجأ إليها متقفون بما فيهم يسار وليبراليون وحتى شخصيات وطنية عراقية بالقول أنه يجب التغاضي عن الغزو الأمريكي طالما أن الهدف هو إسقاط نظام استبداد كتب جوزاف بعنف ضد هذا الرأي أنا لا أقول أنه كان سيدافع عن أنظمة قامعية أو استبدادية لكنه كان سيحسب جيداً آليات التغيير التي تحصل القوى العالمية التي تقف أو ترعى جزء من عمليات التغيير الهوية العقائدية لمجموعات منخرطة في هذا الحراك وكان هذا سوف يكون بالنسبة إليه سؤال مهم أنا لا أجيب عنها بالتأكيد يعني لكن بالتأكيد كان سيكون هناك علامة استفهام دائما لديه حول ما نصيب فلسطين من الذي يجري لنكن واضحين أكثر ولكي أسألك سؤال يفتح لنا للملف الآخر الأزمة السورية شكل واضح هي مفصل أساسي بتاريخ المنطقة وبتاريخ الصحافة أيضاً صحيح صحيح نحن في الأخبار أول حزة تعرضت لها الأخبار هي بسبب ما هيجري في سوريا سنفصل أكثر في هذا الموضوع بعد الفصل مشاهدين ابقوا معنا نعود بعد قليل الحوار الساعة موسيقى 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 أخباري من كانت أول جريدي تقريباً أو تاني جريدي بتطلع بحجم التابلويد هذا كان لحاله سبق أو بده الجرأة لأنه الناس معودين أنه بيفتح الصحيف بيئتين وبيفلشها وبدوا يقرأ فيها كتير أخبار إذا بدك نحن جريدي محلية أولاً وجريدي عربية أولاً نحن عندنا حيث كبير للقضايا العربية يعني ابتداء بالقضية الفلسطينية مروراً بكل القضايا العربية يعني كمان جمهورك بده إياك تقول له الحقيقة مش بده إياك تقول له اللي بيدغدغ مشاعره أو اللي بيرضي يعني طموحاته لا حتى جمهورك كمان يفترض أنه باحث عن الحقيقة والقارئ بالآخر بده يعرف شو عم بيصير سواء معه أو ضده فبالتالي ما فيك تعيش أي صحيفة ما فيها تعيش دائماً على أنه عنده جمهور جاهز بتقول له اللي بيحب يسمعه أو بتكتب له اللي بيحب يقرأ بعتقد يعني هذا ما فيها تستمر الصحيفة لوقت طويل الأخبار بالتأكيد ما أخذت هنا المنحة والدليل أنه إحنا يعني إلنا عشر سنين ومستمرون أخطاقنا قليلة نحن دائماً نشوف أنه أخطاقنا منا كتير قليلة بس هذا نابع من شغلة أساسية أنه نحن منقول القصص متل ما هي نحن بالبيان التأسيسي طبع الجريدي اللي هو الافتتاحية بالعدد واحد بالأخبار بيقول قال جوزيف سماحة نحن مش محايدين قال بدنا نحاول نكون كتير مهنيين بس قال نحن مش محايدين قال نحن منتمين إلى إلى تيار وإلى حلف وإلى محور وذكرها بالتفصيل بهذه الافتتاحية ولكن ما فيه يقول أنا محايد لا هذه كذبة هي بصير هنا شو دائماً بوقت اللي بناخد موقف حاد بيجوا بصيروا بل أن يعايرونا المزدوجان بأنه أنتوا جريدة جوزيف سماحة لا هو ما كان هاك لا هو كان أكتر من هاك يعني إحنا حتى لما عم نكون قاسيين بموقفنا هو كان حد أكتر مننا أكتر محال ممكن بلاقي حالة في اليوم بوسائل الإعلام حتى وقتا كان الجريدة السفير يمكن بلاقي حالة بالأخبار أكتر طبيعة المال، طبيعة الشغل الحيوي يعني أنت ما عندك خبر بكالي بالجريدة ما عندك خبر الكلاسيكي يعني بتلاقيه بمحلتاني أنت مضطرة تكون كل يوم بتخلق حتى أنتوا عم تكتب مادة يمكن زملائبي غير صحيفة عم نكتبوها نفسها إذا أنت قدمتها مثل مع البقين عم بقدموه بتكون ليش بتتميز مقالتك عن الآخرين لذلك بدك تبحث عن كيف ده تطور يعني عطول أنت بسباق مع نفسك ومع زملائك أنه أنت تكون عم تقدم القصة الأحلى أو هو الطريقة الأفضل لأن القارق ما يمل أو أنه أنت ياخد المعلومة اللي موجودة بدون تكلف إذا بدك ما هيك بشكل متل قصة بسيطة ومعقدة بنفس الوقت بالتأكيد هذا نهار استثنائي بكل المأييز يوم كتير خاص يعني صرنا أسابيع نحن عم نشتغل ونعد مشان إصدار الجريدة أستاذ برحيم الأمين نعود إليك في هذا الحوار كنا وصلنا إلى مسألة الأزمة السورية قبل الفاصل بعد خمس سنوات على اندلاع هذا الصراع في سوريا هل نجحتم في تحديد موقعكم من الصراع؟ شوفي فيه التزام أولي له علاقة بأننا نجزء من محور نحن لا نخفي هويتنا يعني لا منذ فكرة تأسيس الأخبار قائمة على أننا هذه المجموعة من خريطة في معركة كبرى تجري في المنطقة والعالم ونحن جزء من هذا المحور جزء من محور فكرا وتمويلا يعني؟ نحن جزء من هذا نعيش بكل شيء فيه وتمويلا؟ كل شيء نعم نحن لا نخفي نحن ليس لدينا أي إشكالية في أننا يعني جزء عضوي من محور المقاومة وما ندافع عنه من هوامش لا نطلبه كهوامش يعني دعيني أقول أننا نفترض أنفسنا في مكان ضمن هذا المحور دون أن يلغي أي خصوصية لدينا بهذا المعنى نرى ما يجري في سوريا بأنه يستهدف هذا المحور لكن هذا لا يلغي أبدا ليس ملاحظاتنا النقدية على طبيعة النظام الموجود في سوريا أو على السياسات القائمة في سوريا بل لا يلغي أصل الاشتباك بمعنى الإشكال اليومي إلى درجة أن الأخبار اليوم جريدة ممنوعة في سوريا الحكومة السورية تمنع دخول جريدة الأخبار إلى الأراضي السورية والسبب أنها تريد فرد رقابة مسبقة عليها والرقابة تعني أن هناك مواضيع وأخبار قد لا تعجب الحكومة السورية ما هي الأخبار التي لا تعجب الحكومة السورية التي تتعلق بنقد سياسات قائمة سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد إدارة ولكنكم لن تنتقدون حزب الله ننتقد حزب الله بالعكس ننتقد حزب الله وننتقد إيران السؤال هو هل أننا جريدة مكلفة بمهمة نقض المقاومة؟ بالتأكيد لا يعني يأتي من يقول أن الجريدة ليس فيها رأي آخر نسأل ما هو الرأي الآخر؟ الرأي الآخر وجهة أخرى؟ بالتأكيد هذه جريدة ليست لوجهات أخرى الوجهات الأخرى لديها منابرها العالمية ولديها صحفها ولديها مشكلاتها ولديها الأفول هي تعيش مرحلة الأفول لكن إستاذ الرحيم يعني غالبا عفوا ما يأخذ يعني بكثير من المفاصل لا أدري يعني صحح لي ولكن هذا بالنسبة للمراقب أو أقل له جزء من المراقبين أن الأخبار هي صحيفة يمرر عبرها حزب الله رسائل داخلية وخارجية هلأ أكثر من ذلك أصلا هناك أطراف محلية وعربية تعتبر كل ما يصدر في الأخبار أنه ناطق بلسان حزب الله أنا أعتقد محليا وحتى خارج لبنان تعرف كثيرون وهذا الشيء يعني هذا عملية الفصل التي تمت بين الأخبار وحزب الله نحن نريدها لمصلحة الحزب وليس لمصلحتنا نحن لا نريد أن نحمل الحزب مسؤولية كل ما نقوم به لأنه فعليا يمكن لكثيرين يعرفون الأخبار جيدا يعرفون أشخاصنا بالأخبار ويعرفون الحزب أنه يستحيل أن يكون هناك تطابق نحن حكما ندافع عن قضية المؤقاومة ونحن لكوننا على صلة جيدة بهذا الحزب وبأطراف هذا المحور نفهم على عقل هذا المحور عندما نكتب أشياء تكون مطابقة نتيجة الفهم نتيجة أيضا شكل من أشكال التنصيق وتبادل المعطيات لكن من الظلم ليس للجريدة أنا ليس لدي مشكلة في أن يقال أي شيء عن الجريدة من الظلم للمقاومة القول أن الأخبار هي ناطقة باسم المقاومة لأن الأخبار تنشر أشياء كثيرة وما تعجب المقاومة طب أستاذ برحيم أنت قلت أنك جزء من هذا المحور على كل مستويات تأسيس الأخبار كان جزء من هذا المحور طب كيف تستطيع أن تكون جزء من هذا المحور الذي يمول وبنفس الوقت تستطيع أن تحافظ على هامش الحرية ماذا تقصدين بالتمول يعني هل لك أن تقول لنا ما هو مصدر مصدر العائدات للأخبار يعني غير هل بيع الصحيفة الورقية يؤمن عائدات جريدة يحيي جريدة سؤال جيد في هذه الفترة لأن كثيرين من الذين يواجهون أزمات على صعيد الصحافة يعزون الأمر إلى المشاكل المادي نعم أنا أجزم بأن الصحافة في لبنان حصلت على عائدات مالية تفوق مرتين أو أكثر ما كانت تحتاجها من نفقات خلال الخمسين سنة الأخيرة ولماذا وصلت إلى هذا الدرك يعني انهارت لأسباب ليس لها علاقة بالشكل المادي ودعيني أقول من جهة أخرى هناك صحف تمولها دول خليجية لديها فائد من الأموال لكن لا تجعل منها وسائل أعلام قوية ومنتشرة يعني الشرط المادي هو لتغذية هذه الوسيلة الألمية لكي تبقى قائمة أستاذ إبراهيم في وقت من الأوقات كان لديكم أزمة مالية ليس كذلك؟ في كل الوقت لدينا أزمة مالية ماذا يعني وجود أزمة مالية؟ يعني أنه ليس لدينا التمويل الكافي لكي لا يكون لدينا أزمة مالية عندما نتحدث عن أزمة مالية لماذا تنزه نفسك عما تتهم به الآخرين؟ يعني أنت تتهم الآخرين بأنهم يمكن أهدروا المال لماذا الأخبار لا تكون من نفس الواقع؟ نحن لا نتلقى لا نأخذ الأموال ولا نتلقى الرشاوي هيك بالعربة المشبرح يعني إيران ما بتمولكم كمان بالعربة المشبرح؟ لا لا أكيد لا أكيد لا أقول لك أنا بشكل واضح اليوم الأعلام في لبنان كلفة الإنتاج الأعلامي لم تعد كبيرة كما كانت في السابق وتستطيع جريدة أنا أسئل عن كلامي تستطيع جريدة أن تحسن من حجم انتشارها كسلعة لتؤمن توازنا مقبولا بما يجعل أي دعم يأتيها يساعدها على أعمال التطوير والتوسع المشكلة في الصحافة اللبنانية التي كانت قائمة أو التي تواجه أزمات أتحدث عن الصحف الأخرى في لبنان هي أنها حصلت على تمويل ودعم مالي كبير جدا 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 خلال 50 سنة الماضية وهي واجهت أزمات من نوع آخر هي رفضت مواكبة والتوائم مع ما يحصل من تحديات في المهنة في المنطقة وفي العالم رفضت أو لم تستطيع؟ أنا أزهم أنها رفضت ليس هناك لأن جوزيف سمحة كان جزء مثلا السفير كان جزء عملية تطويرها إدارة السفير رفضت مشروع جوزيف سمحة لتطويرها ليس الأمر لم يكن ممكن جوزيف أفكاره والأشخاص الذين عملوا معه أو انتقلوا معه إلى الأخبار كانوا موجودين في السفير وفي السفير فريق كبير على رأسه الأستاذ صلى الله سلمان كان يرغب وكان يفترض أنه داعي لمشروع التغيير لم يحصل الأمر فقط لأن إدارة السفير رفضت وأحد أسباب خروج جوزيف من السفير هو البحث عن مكان يستطيع أن يحقق فيه هذا التغيير المنشود على صعيد إدارة الصحافة العربية طب يعني اليوم مثلا فقط لنختم موضوع التمويل الاشتراكات وبيع الصحافة الورقية والإعلانات تؤمن يعني أن تسير ماذا؟ أنا مستعد لأن أثبت ذلك هلميا بأن كمية معينة من المبيع والاشتراكات والإعلانات كافية لتحقيق توازن مالي على صعيد النفقات والإرادات بالنسبة لجريدة كجريدة الأخبار اللي هي موزنتها مش صغيرة قياسا بالصحف التمويل صحيفة الأخبار هي الأولى في لبنان؟ أكيد وهي متقدمة في العالم العربي أيضا ومتقدمة كثيرا لدى الناطقين بالعربية في الجريات العربية في العالم على مستوى المبيع يعني طبعا والموقع الإلكتروني أليس كذلك؟ ثلاث مستويات في عندك المبيع يعني الانتشار والنسخ نعم فيه الريتش وفيه النفوذ النفوذ يعني التأثير على الجمهور كيف تحتسبون هذا الأمر؟ يكفي أن تشاهدي كثير من المتحطط التلفزيونية لتكتشفي أن جزء كبير من برامجها أو موادها مأخوذة من الأخبار يكفي أن تتابع برامج التوكشو السياسي لتكتشفي أن معظم المواد التي يجري سجال حاليا مستقات من الأخبار من المعلومات واليوم في لبنان والعالم العربي مواقع إلكترونية كثيرة تنشر أخبار هلأ منيح في الفترة الأخيرة صاروا ينسبوا للأخبار كنا قبل يأخذوا مواد مثل ما هي من دون ناس في موضوع آخر يتعلق ب ثم هناك صبب آخر هو الحملة على الأخبار هذا ما أريد الأسألة العمل المنظم من قبل أنظمة وحكومات عربية وأجهزة غربية عمل منظم أنكم أنتم تستدرون هذا الأمر لسبب أن الأخبار عندما خرجت يعني خرجت شيء جديد أستاذ إبراهيم حتى بطريقة التعاطي مع أخبار لبنان لأن عادة كان استقبل وودع وأنتم ليس لديكم هذه الصيغة ولا يعني لا تكتريسون لها ولكن في المقابل أنتم كسرتم كسرتم عفوا قاعدة كلاسيكية في في الصحافة يعني استمرت لوقت طويل ولكن في المقابل ألبستكم لباس فضائحي ما ردك؟ فضائحي يعني لكي مثلا أنه لا يجب للصحافي أن أتحدث عن صحافي آخر هذا نوع من المثاق شرف بين العالميين يعني كيف أنا أستطيع أو يحق لي أن أراقب السياسيين والتجار وأسادة المدرسة والأطباء والمهندسين ولا يحق لي أن أراقب صحافي آخر ألمان أن الفساد وسط الصحافيين لا يقول قساوة وشدة عن الفساد في أوسات أخرى واحد اثنين تلجأ الصحافة إلى المواربة يعني الشي يعني تقول قال مرجع رئاسي لمرجع حكومي بارز أنه يريد فلان القريب منه في وزارة أنتم واتحهما يعني شو هالتوري اللي عم تنعمل هاي شو الأصد منها أنه إذا أنت إلتها مثل ما هي بقولولك فضيحة اثنين إذا سياسة أو جهة سياسية عم تتصرف بالبلد وجيتي سألتها كيف تعيش هذه الشخصية بقولك آه لا عم تقرب على شؤون الشخصية المشكلة في أن كل هذه الأشياء كان يجب أن تحصل التواطق الخطير الذي هو يؤدي إلى مقتلة الصحافة التواطق بين الصحافة والسلطة السلطة السياسية والاقتصادية والأمني وليس السلطة السياسية فقط بس أنتم أيضا لستم ملائكة أستاذ إبراهيم أنا لا أدعي أننا ملائكة يعني أنتم تنتقدون الأخرين ولكن أيضا ربما لديكم ونحن ربما الجريدة الوحيدة التي نحن يكفي أننا نحن لا نرفع دعوة قضائية نادرا ما رفعنا دعوة قضائية على أحد بس لديكم دعاوة قضائية نحن لدينا بنت في الموازنة السنوية لتغطية الأكلاف القضائية يعني ما أريد أن أقوله ما يعني يجب أن ينتبه الناس في النهاية إلى أن توصيف ما تقوم به الأخبار إذا أراده فلان أن يكون على نحو فضائه اللي يقل ما يريد المهم ما الذي يبقي الأخبار قوية وإلى مزيد وما الذي يجعل الآخرين غير الفضائيين في حالة انهيار ثم نحن هذا أمر غير مخفي نحن معنا صاحب عمليا نحن بوعينا وبأرارنا لا نريد في مجتمع يعني أنتم بحاجة يعني عفوا سأقولها إلى ظهر يعني كل كل لبناني بحاجة إلى مرجع يحميه من يحمي صحيفة الأخبار؟ من المرجع الذي يحمي صحيفة الأخبار؟ حزب الله يعني؟ أنت لديك انتباع أن حزب الله مشيك؟ أنا وكثيرين ربما الجميع لديه انتباع أن أحزب الله وأنا ليس لدي وسيلة لأثبت أو أنفي هذا العمر ولا أجد نفسي معنيا أصلا طب من يحمي إبراهيم الأمين؟ أنا إذا قلت لك ما حدا بيحميني تصدق شيء؟ ما رح تصدق أنا شخص ممنوع فوت على غالبية الدول العربية وعلى ثلاثة أربع دول العالم وعندي مشاكل مع كل العصابات النافذة في لبنان وفي العالم العربي محكمة دولية ومحكمة دولية يعني ما بفهم شو يعني الحماية إذا سدي أقل ألم تكن مهددا في وقت معين؟ ولا زلت لكن أنه إذا كانت المقاومة بتحميني كانت الخيرا يعني بس ما فيه إني كيف بدي أم فيه لك؟ إذا قلت لك لا لأنه انتباع التقليد البسيط أنه كيف تقوم بكذا وكذا وكذا إن لم تكن محمي؟ طبعا أنا كنت أقوم بأشياء من هذا القبيل قبل أن أكون في الأخبار كنت راعي حيث أعمل لكن كان لدي الرغبة والقدرة على القيام بأكثر طب أستاذ إبراهيم أنت تعترف في المقابلة التي نشرت معك أيضا في الأخبار أنكم مقصرون يعني يجب أن تتابعوا العصر أكثر الآن إذا سألتك كرئيس تحرير كصحافي متمرس منذ سنوات هل تغيرت معايير الصحافة اليوم بعد صدور السوشيل ميديا وسأل التواصل والمالتي ميديا يعني ما هو تعريف الصحافي والصحافة الجدية في عالمنا؟ شوفي فيه تحديات أخرى وأقفال عفوا وأقفال صحف ورقية كثيرة فيه تحديات أمام المهنة مثل أي شاء في العالم لكي يبقى موجود يعني لازم يظهر حاجة الآخرين إليه إذا الصحافة الورقية ما قدرت تثبت أن القارئ يحتاجها كصحافة ورقية حكماً بدا تموت هل هناك جهد كافة من قبل القائمين على الصحفة الورقية لإبقاء هذه الحاجة؟ أنا رأيي الأمر الثاني لماذا؟ نتحدث عن مستوى اللبناني طبعاً لأنه أنا برأيي الصحافة في لبنان أولاً تحتاج إلى مؤسسات وشركات تجارية تقود هذه المؤسسات أن تسقط طابع الفردي طابع العائلي تقصد؟ الفردي وهو أكثر من عائلي فردي وله تأثيرات هائلة وكبيرة على إدارة المؤسسات هذا إذا ما خلصنا منه يصعب القيام مؤسسات الشركاء والمساهمين فيها يدافع عن بقاءها وعن حمايتها اثنين إعادة الاعتبار إلى المهنة يعني كوسيلة عيش مش مش طرف الصحافة هي صنعة ومهنة وحرفة ليش اليوم الصحافة يعتبر طرف يعني؟ فيه جزء كبير من الصحافة تتصرف إلى طرف وتتصرف على أن ما بين عيديها من وسائل الإعلام هي أدوات لتغطي حاجات أخرى خارج الإعلام وهي واحدة من الموضلات الكبرى في الإعلام اللبناني اليوم في كتير وسائل الإعلامية في لبنان مكتوبة ومقروعة أو مسموعة أو ديجيتال هي أدوات تستخدم من قبل أفراد أو مؤسسات أو جهات لتحقيق غيات أخرى يعني هذا التحدي أقول بهذا المعنى هو تحدي أمام الصحفيين الحقيقيين وهذا يحتاج إلى تعديلات كبرى على صعيد البناء غيات أخرى ماذا؟ غيات أخرى سياسية أنتم أيضا تستخدمون الأخبار تستخدمون الأخبار لغاية سياسية لغاية قضية لا أنا قلتش للسياسية أنا قلت لغايات تجارية ومالية وابتزاز وللسعي إلى الحصول على مكاسب غير ممكنة بالطرق الأخرى من مسؤول عن قيم بهذا المهضة؟ الصحفيين أنا قلت أنه الصحفيين مبادرات يعني كما أنتم بدرتم لإطلاق الأخبار؟ الصحفيين يحتاجوا إلى مبادرة طبعا الدولة لازم تساعد لازم توفر لهم حصانة يعني من خلال أشكال مختلفة للحصانة دعم النقابات وتطويرها دعم مادي اللي جعلهم غير محتاجين اللي يضلون تحت رحمة بعض الممولين والشركات هذا بيسمح لنخبة صحفية لبنانية نتناضل وتعمل ما يسمى يعني دفتر معايير بالمناسبة يعني ملفت بحديثك أنك تبدو متفائل إذا ما كان هناك جهد فردي أو مجموعة يعني رغم أن الآخرين غير متفائلين على الاعتبار أن الزمن كله بعكس الصحافة الورقية الصحافة المرئية يعني التليفزيون أيضا يواجه نفس المشكلة لكن خليني أقولك أنا بالأخبار بتجربتنا من عشر سنين إلى اليوم نحن حصل بطء في النمو عنا بس مش وقف النمو يعني بين أنك كان نموك عشرة وخمسة عش بالمية صار اثنان وثلاثة بالمية تراجع النمو صحيح لكن الاقتصاديا التراجع في النمو يحسب خسارة لكن أنا أقول أنه توسع انتشار نفوذ الجريدة سواء ورقيا أو إلكترونيا المشكلة هي في تحديات المهنة أي نوع جديد من التواصل بديك تعمليه مع الناس أخذ بعين الاعتبار وسائل التواصل الجديدة يعني بس أنتم نشطون على وسائل التواصل يعني ولدينا نشروع هلأ يعني أنجزنا موقع إلكتروني جديد ويفترض أن يكون يعني متصل بمجموعة خدمات إضافية حديثة بعض منها له علاقة أيضا يعني مثلا الصحف تحتاج على جانب ما إلى منافس التلفزيون أيضا كيف؟ يعني هي اليوم ملزمة بأن تقدم مواد مرئية ومسموعة مواد مدى مقامة ولكن أيضا مواد معمقة لا تشاهدها على تلفزيون هذا أعبر ديها هذا شيئ آخر تسعمل حتى الصحف المواقلة يعني ستدفلون في هذا الأمر يعني مثلا فيديوز على يوتيوب أو حكما حكما لنعود نقطة البداية إلى جزاف السماحة هل الأخبار كانت أمينة لحلم جزاف السماحة؟ بعض عشر سراعات صليني أنا أقول أنّا بالنسبة لي ولكثير من الزملائد نحن لم نخم المبادئ اللي علمنا إياها جوزيف بالمناسبة استاذ براهيم كأنه هناك انقسام جزء يرى مبادئ جوزيف بطريقة وجزء آخر يرى بها بطريقة مختلفة أنا أقول جوزيف مش إلي وكل كنت لميز جوزيف لا لا دعني أقول جوزيف مش إلي أنا جوزيف اللي بعرفه ورفقاتي اللي بنعرفه هو جوزيف اللي عاشنا نحن وياه كل هذا الوقت واللي كتبه جوزيف أنا مش عم بستند لشيء آخر شيء افتراضي أو شيء مش معلوم بجوزيف اللي علمنا يا جوزيف على صعيد الأخلاق والمهنة نحن إلى حدود كبيرة جدا ملتزمين فيه هل لا هل نحن التزمنا أو حققنا ما كان يصب إليه مهنيا؟ أكيد لا تعتب على الزملاء الذين غادروا؟ لا أبدا؟ أنا متأكد من أن الصحيفة هي ليست حزبا وهي مكان يدخل إليه البعض ويغادر البعض ويعود إليه البعض ويغادر البعض ومن غير المنطقي ومن غير الأخلاقي أن تتصرف إدارة أي مؤسسة مع الصحفين العاملين لديها وكأنهم ملكة تسأل أخير لك تقول أن سماحة ترك لكم كتاب إرشادات وقيام بصراحة أنت صارح في أي مفاصل تاريخية خلفت هذا الكتاب؟ اليوم اليوم أنا هذا تحدي عندي وهو واحد من التحديات الرئيسية لبالي اللي بفكر فيها هو نقض الفكر الديني جوزيف كان يهتم بهذا العمر وأنا أعتقد أن السائد في علامنا العربي اليوم يحتاج إلى مبادرة جدية في نقض الفكر الديني كل الفكر الديني؟ السنة والشيعة يعني؟ كل الفكر الديني يحتاج إلى نقض إلى نقاش إلى مراجعة لأننا لديه تأثيرات هائلة على كل نواحي حياتنا ولا يجوز البقاء والتعامل معه كأنه شيء يكتبوه لا يجوز الاختراب منه بينما هو يتدخل في كل ما يعنينا كلمة أخيرة لجزاف سمع ماذا تريد أن تقول يعني هيك شيء مشاعر يعني مش أكتر لا ليس لدي مشاعر أقول شكرا لكم شيء يعني اليوم يعني اليوم ذكرى جزاف سمعها ماذا يشعر إبراهيم الأمين؟ أمني خذوا متى شاءون أو ما تريدون لأنفسكم من جزاف بس ما تزيدوا على شيء جزاف لديه فائد يكفي الجميع ويبقى يعني لديه رصيد بيكفي كل واحد يبدو يخدمه بس عمله معروف ما حدا يزيدها ليلة ما حدا يركب له شيء فقوه هلقات جزافي يقول أنا إلي منه هلقات بدي منه هل خذوا لكن ما تحطوا له شيء هو مش موجود عنده شكرا أستاذ إبراهيم الأمين شكرا لكم رئيس سحليل صحفة الأخبار وشكرا لك يعني مجددا على استقبالك شكرا لك لنا وللميادين مشاهدينا إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حوار الساعة شكرا لمتابعتكم أيضا وإلى اللقاء شكرا لكم